من سفر أشعي النبي بركاته على جمعنا أمين هو زفتا يفهم وتعالى وتمجد جدا كما أن كثيرون يندهشون منك كذلك يهان شكلك ومجدك من الناس وكذلك تتعجب منه أمم كثيرة وأمامه يسد الملوك أفواههم لأن الذين لم يتكلموا عنه بين أديهم يرون والذين لم يسمعوا يفهمون يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلن الزراع الرب تكلمنا أمامه فإذ هو مثل صبي وكأصل في أرض عطشة لا صور له ولا مجد رأينا فكان لا منظر له ولا جمال بل شكل حقير ومضني من بين بني البشر رجل أوجاع يعرف ويحمل الأمراض فأنه رد وجهه وأهين ولم يعتد به هذا الذي حمل خطيانا وتألم عنا ونحن حسبناه متألما مضروبا ومعزبا وهو كتجرح لأجل معصينا وصحق لأجل أسامنا تأديه بسلامنا عليه وبجراحاته شفينا كلنا كغنم ضللنا مثل رجل يضل في طريقه والرب وضع عليه اسم جميعنا ظلم أما هو فلأجل أنه تألم لم يفتح فاه مثل خروف سيقة إلى الزفح وكحمل صامت أمام الذي يجزه هكذا لم يفتح فاه رفع حكمه في تواضعه وجيله من يقدر أن يصفه ستنتزى حياته من الأرض من أجل اسم الشعب جاء للموت وسأعطي متجاوزي النموس مجازات دفنه والأغنياء مكفاءة موته لأنه لم يصنع اسما ولم يوجد في فمه غش أما الرب فشاء أن يشفيه من الجراح وإذ ما أسلم ذاته زبيحة عن الخطايا فسطر نفسه نسل عزه كثير يريد الرب أن ينزع الألام من نفسه ليريه النور ويوجد الفهم ويصنع البر ويكون عبدا حسنا للجماعة إذ حمل خطاياهم ومن أجل هذا هو يرس الكسيرين ويقسم غنائم الأقوياء حيث أسلم نفسه للموت وأحصيه مع الأسمة وهو قد حمل خطايا كسيرين وأسلم من أجل زنوبهم مجدا للسويس الأقدس أمين وأيضا من سفر أشعياء النبي باركاته علينا أمين في ذلك اليوم يكون مسبح للرب في أرض مصر وعمود الرب عند تخومها ويكون علامة أبدية للرب في كورة مصر ويصرخون إلى الرب الإله من أجل مضايقيهم فيرسل لهم الرب مخلصا ينقذهم ويحكم ويكون الرب معروفا للمصريين ويخاف المصريون الرب في ذلك اليوم ويقدمون زبائح وينزرون للرب نزورا ويوفون بها ويضرب الرب المصريين ضربة ويشفيهم شفاءا فيرجعون إلى الرب فيستجيب لهم ويشفيهم في ذلك اليوم يكون طريق من مصر إلى الأشوريين فيأتي الأشوريون إلى مصر والمصريون إلى الأشوريين ويخدم المصريين الأشوريين في ذلك اليوم يكون إسرائيل ثلاثة سالسا للأشوريين والمصريين مباركا في الأرض التي باركها رب الجنود قائلا مبارك شعبي في مصر والأشوريون وإسرائيل مراسي مجدل السلوس القدوس من ذكرية النبي ببركاته علينا أمين ويكون في ذلك اليوم أن النوح يقصر في أور شليم مثل النوح على بسان الرمان الذي يقطع فيها السهل وتنوح الأرض وكبائل كبائل على حداتها قبيلة بيت داود على حداتها ونساءهم على حداتهن وقبيلة بيت ناسان على حداتها ونساءهم على حداتهن وقبيلة بيت لاوي وقبيلة بيت شمعون ونساءهم على حداتهم كل القبال الباقية قبيلة قبيلة على حداتها ونساءهم على حداتهن وفي ذلك اليوم يفتح كل مكان إلى بيت داود والسكنية في أور شليم ويكون في ذلك اليوم قال رب الجنود أنه أمحوا اسم الأصنام من الأرض فلا تذكر بعد وزير الأنبياء الكذبة والأرواح النجسة ويكون إذا تنبأ أحد بعده أن أباه وأمه اللذين والداء يقول أن له لا تعيش لأنك تتكلم بالكذب باسم الرب ويربطه أبوه وأمه اللذين والداء حينما يتنبأ ويكون في ذلك اليوم أن الأنبياء يخزون كل واحد من رؤياه عندما يتنبأ ويلبسون مسحا لأنهم كذبوا بل يقول أنا لست نبيا لأن رجلا اقتناني وعلمني منذ صباي وأقول له ما هذه الجروح التي وسط يديك فيقول لي هذه هي التي قرحت بها في بيت حبيبي استيقظ يا سيف على الراعي وعلى الرجل ابن وطني قال الرب ضابط الكل أضرب الراعي فتتبدد الخراف وأضع يدي على الرعاة الصغار ويكون في كل الأرض يقول الرب أن ثلثين يمحيان منها ويضمح اللان والثلث يستبقى فيها وأخذ الثلث من النار وأجربه كما تجرب الفضة وأمتحنه مثل ما يمتحن الذهم هو يدعو اسمي وأنا أستجيبه وأقول هذا شعبي وهو يقول أنت الرب إلهي هو ذا يوم الرب يأتي وتقسم صلبك فيك وأجمع كل الأمم على أرشاليم للحرب فتأخذ المدينة وتنهب البيوت وتفضح النساء ويخرج نصف المدينة إلى السبي ولكن بقية الشعب لا تمحى من المدينة ويخرج الرب ويحارب تلك الأمم كما في يوم حربه يوم القتال وتقف قدامه في جبل الزيتون الذي قبالة أرشاليم من الشرق ويأتي الرب إلهي وجميع القديسين معه ولا يكون في ذلك اليوم نور بل يكون برد وجليد في يوم واحد ويكون في ذلك اليوم معروفا عند الرب ليس بنهار ولا بليل بل يشرق وقت المساء نور وفي ذلك اليوم يخرج ماء حي من أرشاليمة نصفه إلى البحر الأول ونصفه الثاني إلى البحر الأخير ويكون في الصيف وفي الربيع ويكون الرب ملكا على كل الأرض مجدا للثالوس القدوس إلى هنا أمين صلاة الساعة الحديثة عشر من يوم الخميس الكبير من البسخة المقدسة نقدمها المسيح ملكنا وإلهنا ونرجوها أن يخفر لنا خطيان الكثير موسيقى 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 المترجم للقناة 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 أمين المترجم للقناة 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 المترجم للقناة